في بحر الأزمة المائية الهائج لم تطفو مستجدات جديدة تنهي تلاطم أمواجه تركيا لم تستأنف التفاوض وذات الحال مع إيران مناسب المياه تواصل الانخفاف فأنقرة قطعت المياه بنسبة 80% أما طهران فبشكل كامل وبوادر حلحلة الأزمة غائبة حتى الآن وانعكاساتها عديدة بلدنا حقيقة اليوم وصل إلى ذروة الجفاف اليوم نصف أراضي العراقية الخطة الزراعية 50% يدينا 26 مليون دون أمصالح للزراعة لكن لا وجود المياه علينا أن نكتفي ذاتيا بكل المحاصر الزراعية وهذا يطلب التفاوض الجاد مع الجارة تركيا ومع الجارة إيران وزير الطاقة الإيراني من المقرر أن يزور العراق وكذلك المبعوث الخاص للرئيس التركي مباحثات في بغداد ستنصب فيما صبي ضمان حصص العراق المائية التي مع انخفاضها تقول وزارة الموارد المائية أنها أعدت خطة لمواجهة تلك الشحة نحن كثير من المحافظات أمنا حفر كثير من الآبر بالمناطق التي تصلها المياه تم نصب العديد من محطات الضخ لتأمين المياه للمناطق التي تعاني من انخفاض مناسب المياه لكن أنقرة وطهران تواصلان الامتناع عن الجلوس حتى الآن فهل سيبقى العراق يجلس وحيداً أم سيترك الطاولة متحركاً بمسار مغير لمعالجة تلك الأزمة وبحرها الهائج من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير